كلمتين على الماشي زي ما انتم عارفين في كل دخلة صيف بحب احلق للقط الموجود عندي علشان الحشرات وكمان علشان الحر القطة بتبقى في الحر مفرهضة جدا بالزاد لو شعرها كثيف زي روميو كده الشعر بتاعه كثيف جدا بيفضل طول الوقت قاعد حران ومفرهض فقلت لا لازم احلق له انا كان عندي المكناة دي بتاعت جوزي كانت عندي بقالها فترة فجيت احلق بيها المرة دي لقيت المكناة بقت تلمة كده وبردة معايا مش عايزة تحلق معايا شعر القطة فقلت طبعا عشان ما عزبوش معايا وافضل بقى بالعشرين ساعة لغاية المكناة ما تشلي شوية شعر اعمل ايه رحت مدورة على عيادة بيطرية والحمد لله لقيت عيادة هنا كويسة الدكتورة محترمة جدا حنينة جدا جدا على القطة اتصلت بيها وبالفعل لقيت العيادة فتحة فاحنا رايحين طبعا بروميو محلوق ربع شعره منفوق فالدكتورة قالتلي مفيش مشكلة هي كانت عايزة تديله نسبة مخدر بسيطة فانا بصراحة في الاول رفض لان القطة كان قاعد هادي وكان مستسلم وكل حاجة تمام بس بعد كده بدأ يزهق بقى في اخر حاجة خالص بدأ يزهق واضطرينا ان احنا نلبسه كماما علشان كان هيبهدل الدنيا فانا بنصحكم اللي هيروح يحلل القطة بتاعه هياخد نسبة مخدر بسيطة وهي مش هتعمل القطة حاجة فده هيبقى احسن يعني ما القطة بقى يلبس كماما بس احنا علشان كنا في الاخر فهي قالت لأ حرام بقى ديله في التشاطيب الاخيرة يعني المخدر فهي استحرمت بصراحة فالدكتورة كانت محترمة جدا جدا طبعا اسم العيادة والمصرفات اللي هنصرفتها هسيبها لكم في وصف الفيديو من تحت علشان اللي عايز يعرف التفاصيل في الوقت ده الدكتورة قالتلي هاتي رومي شوية وتبطبي عليه علشان يهدى كده شوية وكمان كان بتبرد الماكناة بصراحة كل الماكناة ما بتسخن كانت بتدينا وقت عشر دقيق كده علشان الماكناة تبقى بردها على جسم القطة ده لما لبسناك كمامة هو اللي جابه لنفسه علشان هو بدأ انه هو يتنرفز ويتعصب فاحنا حبينا بقى نلبسه الكمامة دي علشان يقعد ساكت علشان نعرف نخلص وهنا في الحتة دي كانت الدكتورة بتقول لي ما تقلقيش هي واسعة على رقابته مش خنقه يعني لما ربطيتها من ورا بعد ما خلصنا بقى الحلاقة خالص اغت شاور جيت هنا البيت رحت امت يالي وكده شاور مزبوط وبعد كده نشفناه والحمد لله اليوم عد على خير ورميه اخيرا حلق علشان دخوله الصيف يبقى فايق كده ويبقى مش متايق ولا حس انه هو مخنوق من شعره وقاعد حران فانا بنصحكم وكلكم ان انتوا تحلقوا القطة بتاعتكم قبل دخلة الصيف